اشتركوا في القناة 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 من المرة الماضية عندنا قسيمة وهم قسيمتين بقيمة 100 دينار كل واحدة فيهم منتاج لايفستايل لرابحين تنين رح يربحوهم معنا وزيادة عليهم رح يكون عندنا ثلاث قصائم من ريتش والسبال لثلاث رابحين هاي جائزة جديدة كمان موجودة معنا وعندنا ثلاث سلات من توري واللميس طبعا مثل ما بتعرفوا توري واللميس عندنا من المنتجات اللي احنا ما بنستغني عنها بمطبخنا لأنه هي المعقيمات والمنظفات اللي فيها روائح جدا جدا مميزة وعطور حلوة كتير وبيختاروا بعناية كل العطور تبعتهم لشو مكان يعني إن كان لتمضيف الأرض إن كان للإيديين إن كان للجلي إن كان للغسالة فكلهم مميزين عندنا كمان قسيمة من شركة حيدر مراد بقيمة 80 دينار لرابح واحد وعندنا كمان ثلاث فاكيجات من أنكل شوكو طبعا فاكيجات أنكل شوكو اللي إحنا يعني ما بنستغني عنها كمان لألنا ولا أطفالنا صحيح خبار وصغار بحبوها وبيحبوا النكهات اللي هي فيها مليوم بالمئة وكمان خلينا أقولكم آخر جائستين معانا اللي اليوم اللي هي عدسات لاثقة من بيلا وهي العدسات اللي من بيلا هي عدسات للعيون إن كانت العادية أو للحساسة طبعا هم موجودين بالشرق الأوسط بشكل عام كمان موجودين بأميركا وبرضو يعني قدرت لقوهمهم عدسات طبعا كورية ولكن تصنيع أمريكي وكمان المحلول تبعهم للمناسب للعيون الحساسة وآخر هدية اللي بحكي لكم عنها هي باكيج مقدم من باقي منتجات باقي برضو متل ما بتشوفوا موجودين معانا ما بنستغني عنهم إن كان للتفريز أو للرحل أو حتى للعزايم كل المنتجات اللي بدنا إياهم موجودة عندهم حلق نعطي المايك لشوف خميسي أنا أطاع نفسي تفدى لشوف خميسي الله أعطيك العافية جوعزنا كتير بالزر بدي تربحوا معنا اليوم بهاي الحلقة بدنا تفاعلكم يكون كتير كبير معنا يلا كفوا مشاركتكم معنا ومتابعتكم بدلايك وشير على الحلقة وعشان نعمل اليوم مصفات لك وإحنا كلياتنا طاقة جاهزين بدنا نطلع بوصفتنا الأولى لو سمحتي يلا لبن المعؤود يلا حسنتي أوكي لبن معؤود عنا دجاجتين من الوطنية 2 كيلو لبن من المراعي لترين شنينة من المراعي علبتين حمص حب من الكرم حبتين بصل صفار بيض معلقة كبيرة نشا وعنا معلقة صغيرة هيل بودرة وملح وفلفل أسود حسب الرغبة يلا أولي شي بدنا نعمل وضع تيكي هاي شكرا سلي حالك فيها لأنه هي عم ترسمها هذو الوثنتين وأنا بدأ عمل فيها الله أحلا هشو باردة اه فخليها انديك وحطيها مع التسبب إذا ببرد حالي هيك بفطر ما مش معقولة ليش معقولة لا أ jakim عنا إذا معالك تعمل هيك وترجعها تاخد هيك وترجعها وطب أنا بدأ أبدأ الحلقة أراقي واحدة على الهواء أعادي عندي العادي إنه أراقي إيش نعائس وأكملي وإنه صار إيش عشان بهبئ فهيك تمام ها هاي عنديك وحدة بي طبعا مما يا خيميس احنا دائما نتحدث عن اللبان عان الشنينة وعان الحليب وعن العصائر وحتى عن الزبدة بس أنت جربت الكريم كراميل تبع المراعي صراحة؟ لا اسمع ما رح تحب أي شيء تاني ما رح تأكل كريم كراميل بحياتك إذا بتدوء كريم الكراميل تبع المراعي يا جماعة خلاص بوعدكم إنه الحلقة الجاية حتيكم رأي بهذا الموضوع طيب إذا كمان شغلة جربت اللبن بالفواكه عندهم فراولة ومنجا أنت بس لا أعرف جغلة لا لا أنا أقول لك لأنه أنا كثير أحبهم لأنه هؤلاء ما بستغنى عنهم بطلاجة لا هؤلاء هؤلاء جربتهم هؤلاء كثير طيبين معروفين من أول صح؟ هل أحب فراولة أو المنجا؟ لا أنا أحب فراولة أكثر أحب المنجا هؤلاء المنجا كثير طيبة صراحة غريبة لأنها طيب ماشي خلاص المهمة تجرب الكريم كراميل رح أجرب طيب أنا حطيتها الآن الشنينة في فوق اللبن بس أنا بأصير أفكر إيش الأجواء اللي بتكون عملها لحالك وانت حطة كل هاي الأشياء قدامي جيبنا أنا بأعرف أنا بحكي لكم الجماعة شغلية آه هذيك المرة بتحتي الهواء بدي أحكي عن أنكلت شوكول فبتشرح لي عن الشوكولاتة قدي الزكي ومش عارف شو بعدين طب قلت هيك إيش كانت الأجواء اللي عملاها شو الفيلم تحضروا لي حطة اليوغرت فبتشرح كنت عم بحضر مسلسل كل شيء قدامها وتشرح لي إيش عملت وشو أكلها بعدين طلقت فيها وقلت آه حلو كثير يعني وهلأ عم تحكي لي عن اللبن كنت عم بحضر بأكون مسلسل فبحب أنه هيك يكون في إيش زاكي جنبي عشان هيك كيف أنت ومسلسلات رمضان آه خلينا نقول أني بدلشت أحضر مسلسلين في واحد منهم خلس فصرت أحضر واحد ثالث أش جنسيتم بعدين صرت أحضر واحد رابع وشكلي أحضر مسلسل من هون لآخر رمضان لبناني سوري أنا أحب كثير لبناني سوري وفي واحد مصري لبناني فكثير حلوين مصري لبناني مصري لبناني وفي لبناني سوري أنا كثير بحب لبناني سوري كثير حلو يعني عم بتقلقوا برمضان صراحة إلى هم فترة والله أمم أنا ما بتابعش انت؟ ولا إشي؟ مرم مرم عم جاد؟ تخوت أنت بحب تحضر شكلك كل شيء كل شيء بحضر مني مجتع ولا كيف بدوني قادل الستة الصبح بنام بصحة سيارة 4 عصر يعني لبناني، بكريم بدي أحطها للنشا أوكي طبعاً هذا الحكي كله بدي أعمله على البارد من هنا سفر البيض ها تحسين أنت تأثر بالمسلسلات قاعد؟ كثير الحقيقة عم بحزنه بيكون حزن صاح هل بودر آه والله مبارحة عيات قد لا لا مش لادروي عيات انت لا يعني انت ما رح تضيح عيات لحالي حط ملح وحكيلك شفت شي ضحكت عليه كتير اي شو في مسلسل مصري تبع محمد رمضان ملح ما بحضره اوكي المهم هلا انا يعني ما كنت اقول اشي متابع للمسلسل وكنت اشوف الناس عاملين عليه ردة فعل فا شفت لقطة على احد المواقع التواصل الاجتماعي هو قديش الناس متأثري فيه انو بيجي واحد بدق الباب او برنة جرس واحد بمسك وجه هيك وانو هاي وشوفه مش عارف شو قلت خلاص بدي احضر فبلش احضره ليتو عن جد حلو انا احضرته من وراء مواقع التواصل الاجتماعي شك له هذا المسلسل الرابع رح احضره لا لا احضريه حلو كتير ويحضريه تبع تايم حسب ما بعرف لين ما تحمست كتير بس اسمعي هو اوله وصراحة كان احلى هلا انا بلشت اعمل منه اوكي خلاص منشوف طيب حركنا لبناتنا زي ما انتو شايفين مع الهيل وكمان سفار البيضة والملح هلا بدنا نحطهم على النار طبعا هاي الوصفة بيجي فيها بصل زي ما قلتلكم البصل عندي اياه انا مقلبه قبل مقلبه مش ما اخد لون هاي وزي ما انتو شايفين ما حميت الطنجرة عشان اللبن ما يفرط وحط اللبن عليه وارجع حطه على النار وكذا فانا بدي اعتبر انه مقلب البصل والحمص حب على جنب وبدأ اضيفهم فوق اللبن بعد ما اللبن يغلي ورح نضيف له اكيد كمان مرق الجاج اللي احنا اليوم طبعا مستخدمين دجاج من الوطنية واندي هون الجاج زي ما انتو شايفين عم بسلقه هون مع الباقة الاثرية والورق غار والهيل ووعود الارفة فابدي ارجع اغطي على الجاج اوكي ونحط اللبن على النار طبعا نشف حميس عشان نذكرهم ان الدجاج الوطنية من انضف انواع الدجاج وبردو في اكتر من اطعم ممكن تشتروها من الوطنية وغير الوزن اللي انتو بتختروه بردو بقدر يوفروا لكم ايها غير هي كمان برضو في الشغلات اللي بالفريزر بتنحط بتنضب الفريزر اللي هي مثلا في عنكم الكوردن بلو عندك كمان البشار الدجاج في عندك كمان شاورمة الدجاج في عندك غيرها كثير منتجات صحيح صحيح كثير منتجات هلا بنهاية هذا الاسبوع ممكن يكون اخر يوم الينا يوم الخميس انو ياك طلعنا يوم احد على فكرة اول يوم رمضان صح؟ احنا طلعنا يوم احد هاي السنة التانية بطلعني اول يوم واخر يوم صح مزبوط فممكن يوم الخميس يكون اخر يوم الينا برمضان عم بفكر اعمل فيها سمك صراحة ده انو دا من اخر يوم برمضان بعمل سمك الناس ما بتكون كتير من شجعة السمع عبدالها طفلات مش مني اوكي اوكي فراح نعمل سمك يوم الخميس اذا كان اخر يوم برمضان انا كل جهات اعمل سمك لان ما شح اكون عارف اذا بيكون بكرة رمضان او ما بيكون بكرة رمضان حلو تمام تمام شف خميس خلينا نسلم مع كل قاعدين عم ببعتولنا بدأسلم على رهف وعلى اناس على رنع عموري كمان سوزان تحياتنا للك اسماء كمان تحياتي للك حبيبة قلبي شكرا للك ورحاب كمان تحياتي للك بتقول عطول امنورين احلى شف خميس واحلى برنامج وعننا كمان محمد سعيفان تحياتنا للك يا محمد ندا وتغريد بدأسلم عليكم كمان ربا بدأسلم عليك يا رمضان كريم ولكل العم ببعتولنا تحياتنا للكم ان شاء الله تكونوا كلكم فايزين ان شاء الله لانه الكل عم بقولوا انه بدهم ان شاء الله يفوزوا وفوزونا وربحونا ان شاء الله الكل يفوز من هون الاخرى طبعا احنا يا جماعة ان طريقة الربح بالبرنامج مش احنا بنختار ابدا احنا مية بالمية ان برنامج بختار الاسماء اللي اكتر تفاعلان عشان هيك دائما نظن اقولكم تفاعلوا معنا اكتر لايك وشير وكومنت عشان مش احنا اللي بنختار ولو احنا اللي بنختار اكيد رح نختار الناس اللي اكتر تفاعلين فهذا الحكي كله لنسبة النجاح بانكم تاخدوا جوائز انكم انتو تفاعلوا معنا اكتر والله شف خميس احنا لو بدنا نختار بنختار الكل لحتى نربحه بس يعني صراحة صاحب تربحه الكل كتير نظر كتير وكمان شغلة الناس اللي كانوا يتابعونا من قبل يعني احنا زمان كنا نعمل ارقام كويسة بالتعليقات فاحنا حافظين وعارفين الناس اللي بيتابعونا من اول مية بالمية اشتغلانهم عن جد كلهم كتير مش عم ملاقي تعليقاتهم كتير لانه نسبة التعليق بتكون كتير عالية فانا بدهو جهانهم تحية كتير كتير والله معناك حاب شاب الناس اللي بدهوا معنا هذا البرنامج وكانوا دعمينا ويعلقوا دائما وبيتفاعلوا معنا وبيشجعونا انو دايما نقدم الافضل بد اقولكم تحية كتير كبيرة الكم وتحية لكل الناس اللي مجدين معنا على اللايك كيف على اللايب والناس اللي ميتفاعلين معنا هلا واكيد نتمنى انو نكسبكم ونظلكم معنا لبعد رمضان إن شاء الله شوف خميس هاي منهم طبعا منهم ميسون حددين تحياتنا لقلك يا ميسون وإياد كمان تحياتنا لقلك يا إياد بيسلم عليك كمان شوف خميس وكل قاعدين عم ببعتولنا طبعا تحياتنا لقلكم طيب هلا شوف خميس وانت عم بتحرك اللبن خلينا نطلع لهذا الفاصل الصغير ولكن بهذا الفاصل بدي أقولكم إنه إحنا راح نشوف خلال الدعايات إحنا كنا معزومين على المطعم شين خلال الدعايات راح يطلع العزوم اللي راحناها بخلال الشهر الفضيل برمضان كنا الفريق كنا كلنا مع بعض كنا بهار ونار وكمان صحتين وهنا شوف خميس ما صح اللي يجي وقتها بس أنه إحضروا الفاصل وصراحة وإحضر أحكي شغلي على هذا الموضوع تبع ما تقامشين وما بدي أقاطعها فهلا إحنا بالفاصل لأننا تقرير عن هذا الموضوع بدي أوجه تحيي لشوف رامز هو صديقي وابن منطقتي كمان وابدا أقول له شوف رامز بن واحد من أشطر الناس اللي بيعرفوا أن جد يشتغلوا يعملوا أكل ذاكي فتحيات إيلو أركيتر تحياتنا لإيلو طبعا الشف كمان مرة تانية أنا بحيي وغير هيك اللي بدي أقول لكم هي أنه كانت يعني كانت الزهرة غير شكل كان الأكل غير شكل والتقرير راح يكون غير شكل فرح نطلع له الفاصل صغير تابعوه ورح نرجع معكم جيبونيش كيف يعني أكون ماسكي التليفون هيك وما جيبوني وبي طلعوني ولازم شوف خميس ما بدر ما يمسك تليفونه بالفاصل ماشا على كل حال هو فاصل وفاصل بالفاصل بمسك تليفون هو فاصل لا كل حال إرجعنا من بعد الفاصل لحتى نكمل معكم وأكيد نكمل بوصفات اليوم بلشنا باللبن المعقود ورح نكمل بهاي الوصفة مع شوف خميس تفضل شوف طيب إحنا لبن عنا غلي بدي أضيف له الحمص المسلوق طبعا وأنا اليوم أستخدم حمص من الكرم نعم ودي أضيف البصل أوكي ونحركهم مع بعض وبعد شوية رح أنزل عليهم كمان الجاج ونتركهم يطبخوا مع بعض وهيك بتصير الوصفة هاي جاهزة ونروح للوصفة اللي بعدها بس قبل ما نروح للوصفة اللي بعدها طبعا أنا هاي الوصفة بتاكل مع الرز أوكي واليوم أنا طبخة رز الحبة متوسطة من وين؟ من الكرم طبعا وهذا اللي أنا كنت أضعكي عشان بس وقتنا ووقت البرنامج كنت مش قادر أطبخ كل هذا الحكي على الهواء طبعا أكيد شوف خميس وخلص يعني رز معروف كيف نعمل وهيك فمش مشكلة هذا الترجيل إنها شاطر بس كمان شوف خميس أنا كنت أحكي إنه مش بس بتلاقو حمص حب حبص حم حبص حم سبحان الله حمص حبات طبعا أنا أنا أجيب طنجرة وأرجع لحالك ارجعني بالكاميرا والشباب كل التلات كاميرات علق الأربع كاميرات لأنه رح علق كثير كل ما أحكي كل ما أحكي عن سبونسر لازم أواطعني رامي بس تشوفني حالي جيت هون لحالك ارجعني موش معقولي خليني أحكيه أحكيه الله أحكيه أنا أقولكم الكرم مش بس بتلاقو عنده حمص حب كمان في عندهم حمص اللي هو ممكن إحنا البطحينية اللي ممكن إحنا نستعمل للفتور كمان عندهم بازلة وعندهم بسول وغيرها كمان من المعلبات وفيه قركعة فوق راس لا أستطيع تخلطها خلص تفضل شوف خميس تفضل ما بدك حدا يحكيه شوفي الناس هدول اللي بضلهم بس يعلقوا زيك؟ ما زيك انت عارف زي مين الواحد بس يطلق بطي بشغلي قدامهم يا لطيف شو سيصير فيه بوقع بشرق أعمالهم اوه ماي جود طيب ماشي اوكي شوف خميس طيب خدنا الوصف اللي وراها لازم يلا ايش الوصف اللي وراها ايش بدك؟ فصوليا بالزيت فصوليا بالزيت يلا فصوليا بالزيت عنا ربع كوب زيت زيتون كيلو فصوليا خضرة بصلة مفرومة مع الأكديرة توم مهروس عشر حبات مندورة حجم وسط ملاح وفلفل أسود حسب الرغبة موافر مالي صاعدت مالي صفحة مالي صفحة طبعاً البندورة، كما ترون، أنا كنت أضع 10 حبات، خمسة منهم عصير وخمسة منهم تقطيع فعندي هذه الطنجرة، ربما نحميها لكي نبدأ بوصفتنا ما سوف نفطر اليوم؟ سوف نفطر اليوم، تقريباً، أي شيء أنت طبقته قبل يومين؟ فتت بتنجان، يا الله، بيش وفتتوش، أنت عملت فتت بتنجان وفتتوش، نحن نعمل اليوم فتت بتنجان وفتتوش لكي ترون قداء، نحن نفكر حالهم عدلين وطبقهم ومن يتعلموا الطبق نحن نعملها بطريقة غير أصلاً كلها، بس على كل حال، كنت أريد أن أقول لهم نحن دائماً أنت تلهمنا بالوصفات، لكن خلاص خرم الموضوع عن جد ما تقدر، أنت ومن سوف تفطر اليوم؟ سوف أفطر أنا وصحباتي ودندوني، ستكون معنا العزمة دانازوغ الشندان هذه المرة لا تحب أن تفتت بتنجان مع لحمة فقالت لها هو اللي عملك ياها اليوم من دون الحديد عن جد أنهم صديقات، الله يحفظكم لبعض شكراً، 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 شكراً ستاهلوا هذه الصداقة اللطيفة حبيبتي داندوني عن جد، حبيبة قلبي طبعاً شوف حميس، أنت دائماً تعطي أفكار حلوة للطبقات والوصفات عشان هيك نحن نحب دائماً نتعلم منك شكراً، شكراً يا بني، كل إجزوء شوفوا كيف تريع، مش قادر يحكي، خلص شكراً، شكراً، شكراً طبعاً، نحط الجاج بعد ما سلقناهن عشان نطفل طبخيطنا بس نحمد طنجرة طبعاً، طبعاً، هناك ناس يحمرون وناس لا، أنا باللبن المعقود لا أحب أبداً أني أحب أطيب هيك بس يطبق خلق باللبن وسيط طعم غير شكل حيئ شوف خميس، خلينا نذكر أنه في عنا جوائز لكل قاعدين عم ببعتولنا طبعاً جوائزنا كثيرة اليوم لحتى تربحوها معانا فخليكم معنا لآخر الحلقة رح نذكر أسماء الرابحين عنا مثل ما قلنا لكم عنا قسيمتين بقيمة 100 دينار من تاج لايفستايل وعنا كمان لايفستايل، أوكي وعنا كمان ثلاث قسائم من ريتشوال سبا وعنا كمان ثلاث سلات من توري ولميس وعدسات من بلة لرابح واحد باكج من حيدر موراد أو مجموعة حيدر موراد بقيمة 20 دينار ثلاث باكيجات من أنكل شوكو ووكما في عنا مقدم من باقي وحكيت أنا توري لميسة حكيت توري لميسة هادون هم الجوائز رح تكون معانا لليوم فحليكم معنا لآخر الحلقة لحتى تعرفوا اسماء الرابحين زيت زيتون يلا بصل يلا ومنقلب عبو منجيب الثوم نعم منجيب الثوم ومنحط كمان الثوم مع البصل نعم صحيح الله وإنسا اللي حصل بقولكم شغلي هاي الوصفة ما بزبط أبدا فيها الغش يعني صح عمرك ما هتروحي على مطعم وتاكلي مثلا إشي بالزيت وتلاقيه حاط مثلا هريس بندورة هاتشي لازم تكون نكهة مزبوط بالأشياء الفريش زي ما حكت وتفضلت فنتم فهذا الإشي مهم جدا يا جماعة دائما نستخدم زيت الزيتون تكون كميته منيحة لأنه اسمه بالزيت وكمان الأشياء اللي بدنا نستخدمها تكون فريش بتاعت طعم أكيد وبتضيف طعم كتير طيب طيب بس عندرجاء أسأل زين شو حكت طبعت لحقنا نا مش معقول مش معقول بمناسبة إنه اليوم معنا زين لأنه وجه لها تحية كتير كبيرة تحياتها لزنزونة لابني زين برضو كمان تحية تحية لألم يعني دائما بحكي طارق طارق بس زين ما بجي بصيرته زين عنده مقولة بدي أحديها لزين زين بقولك زين الزنان بزين وين مكان يعني هو من النوع اللي بيضله يحكي كي بابدي أقوله الله يهديك يا حبيبي طيب 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 شب خميس إحنا هلا عم نقبل اش فيه لا لا كده أوفر حكت كمان حكي على ذكرة وهي بتعمل منشن لأشي معينة بس أنا مش راح أكتشو طيب عم نقلب البصل والتوم بدك تحط عليهم الفاصولية انت سلقتها صعب طاليت مخي مكاني والله إنك تلاقي بتعرفي خلص اطلع اطلع الفاصل لا أنا بديك تحط الفاصولي عشان نطلع الفاصل منتعلي تمام؟ عشان تتقلب مع بعض أوكي يلا فاصل يلا رجعنا من بعد هذا الفاصل نكمل معكم بحلقتنا طبعاً نعملنا أول وصفة وهلأ عم نعمل كمان تاني وصفة خلصناها وهو شغال بالوصفتين على كلها أوكي لا أنا بس بحرك باللبن استمرت تحريك اللبن تعالوا لي شوية الفاصولي تفرج لي منظرها يا سيد يا سيد العزيز يا رامي الله بعد ما حطنا البندورة الطازة هلأ بننضفلها الملح أوكي وبعدين بدنا نحط أيش كمان نحط عصير البندورة الطازة تمام زي ما انتم شيفين أنا كنت أفكر لما تكون بالزيت ما بحطوا بندورة عصير أنا بحب بحط شوية بندورة آه شوية بالضبط عشان ما تتغمس ما تتطبق طبيعي آه يعني عشان تكون بهذا الشكل بس أوكي ونتركها ارفعها شوي نشوفها تفضل سيد العزيز يا سلام أوكي ها تفضل يا سيدي المعلقة ما بالطول أوكي نجيب معلقة بالطول يا رامي يعني احنا ما بنقدر نحكي لك هايها رامي طلباتك كتير هايها طلباتك كتير يا رامي فننتركها هلأ هيك تتدبل مع بعض وتتقل أوكي وأنا بالآخر بحب كتير اني احط على الوجه زيت زيتون بارد بعد ما تنطبخ ونحطها ونتركها تبرد بحب كتير اني اضيف كم من معلقة زيت زيتون على الوجه اللي بدي احكي لكم يا انه زيت زيتون على الاكل لما بيكون الاكل بارد احطوا عليه زي هاي الطبخات احطوا لكم كم معلقة هيك على الوجه بيضيف طعم مش عادي الله أوكي فهلأ بنتركه هيك على النار أوكي بنعرف انه هيك طبختنا ذهبت بطريق انها تجهز خلاص وبهذا الأثناء شو بدنا نسوي نساوي الوصف اللي وراها الله عليكي يلا ايش بدنا نعمل هلا بابا غنوج بابا غنوج يلا البابا غنوج بدنا 2 كيلو بتنجان 3 حبات فلفل حلو ملون بصل مفرومة ضمت نعنع ربع كوب زيت زيتون ربع كوب دبس رمان حبة ليمون وملح وفلفل حسب الرغبة موسيقى 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 يلا شاف خميس معناتو رجعنا من بعد ما أخذنا مقادير وصفة البابا غنوج بزرق موسيقى 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 بدنا. ايش نساوي. بس محرمي. بس يعني بالمعية انا بدا اقول لها. بدأ احكي لناوال فيومي تحياتنا لإلك تمان يعني. هي اكيد عم تحضرنا. وبدأ اقول لها فايز الدبوبي. فايز من زمان عنك. فايز. واخيرا قرأت اسمك يا فايز. يعني انت المتابعين القدامى بنيقدر نقول بي. بالزبط. تحياتنا لإلك يا فايز. ان شاء الله هذا الشهر كان هيك خفيف لطيف عليك. وان شاء الله يا رب ايامك كلها سعادة يا فايز. ممتاز. يالله. بدنا من هون. ايش بدك. احكي لنا. عبال ما يكركع ويكركش ويرجع. خلص ماري حاكي. خلص رجع. طلعت الخمر علي. رامي انا مش عارف لسه في عدم تفاهم بينه وبينه انا بالعمل. يعني لقدام شوية لازم سير نفهم بعض اكتر رامي. مش عارف مش عارف اعمل معها اشي. ارجع اذكر رامي. بالجوائز. عدد التفاهم الشديد بينك عنه. بالضبط. عنا جوائز كثير طبعا راح يكون في عنا رابحين كثير اليوم لحتى يربح هذه الجوائز. فخليكم معنا كتفوا كمان تعليقاتكم. وبرضو عملوا شير للحلقة لحتى توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين لحتى اليوم تربحوا معنا هذه الجوائز. وان شاء الله من هون لآخر شهر الكل يكون رابح معنا. ان شاء الله. انا بنسوط لك اليوم كثير الحقيقة. ليه? كل اللي بصير فيي دائماً آخر عشر داقة ربعات ساعة او لما بنزل القاطع عندي اليوم شكل القاطع عندي في احمال زايدة. انا بحب اقولك ان القاطع نازل عندي من اول مبارح. من اول مبارح ولا كلمة صح. حتى على التليفون بكون بحكي على التليفون بحكي جملة مش مفهومة. بعدين برجع هيك بجمع الجملة صح برجع بعيدها برضو بتطلع مش مفهومة. خلاص مش مشكلة. خلاص انهم انه اللي قدامك عم بفهمك هذا. خلاص تعرف فيه جوائز خلاص. فيه طبخة. خلاص اجمع فيه جوائز. فيه شف خميس. طيب. 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 البتنجان ما من نعمه كثير. بس هيك ضربة بالطول وضربة بالأرض. حطناهم. حايلو. بعدين نجيب الفلفل الحلو اللي ملون. طبعا هنا انتوا مخيرين. انا اللي بحبي كثير انه الفلفل الحلو اللي ملون. الاحمر والاصفر والاخضر. اني اشويهم. ما بحب احب احطهم طازر. احب كثير اني اشويهم بطلع الطائم تبعهم كمان كثير طيب. لانه بتحس بتصير هيك متجانسة مع بعض. صحيح. البتنجان والفلفل. مية بالمية. قلبة بضل. مية بالمية. معك حق. فمن نعمهم كمان. تمام. ومنضيفهم فوق البتنجان. يعني. الله. هاي برضو من الوصفات اللي انا بحبها. انجاد. خلاص. انا كثير طيبة. اليوم. وكمان. هاي لناس الفيجيتانيين. باعد بكرة بعمل باب غنوت. اليوم بعمل الفتة زي اول مبارح. زي يوم. وبعد بكرة بعمل باب غنوش. انا هيك. بعدك بيومين. ممتاز. طيب. يعني قبل حلقة الخميس تكوني مطبقها. اوكي. ان شاء الله. ان شاء الله شف. طيب. وبعدين. عنديك مشاكل مع سكين. عندي مشاكل. كتير. اظن مرة. لما كنا انا وياك. ولا لا. لما سألنا المشاهدين. ايش اكتر اشي. ايش الاكتر. بخوفكم. بالمطبخ. بالزبط. لا. كتير هيك رامي. كتير هيك. يعني. رامي. انت. كتير. انه عنو اياك الصحاب. يعني. وبنا نسافروا اياك قريبا. بس صراحة. انه اليوم شوي الموضوع. طيب. قبل. قبل ما نطلع الفاصل. بس دع احكي لنا نجيبة كمان. تحياتنا لإليك. لانو عم بقرأ الاسماء اللي احنا بنعرفهم كمان. من بين الاسماء الجديدة. وهانئة كمان. تحياتنا لإليك يا هانئة. وسلوا عنا بتاوب. سلم عليها. حييها اكبر تحية. حبيبة قلبي. مساكي ورد. مساكي فل وياسمين. ان شاء الله دائما تكوني بخير و صحة. ودائما يكون هيك الشهر الفضيل. شهر خير وبركة عليك. يا هاي خالتي. عشان هيك. تحياتي لإليك. تحياتي الشديدة. هلأ اذا ما حكت لك هيك. وبهاي القوة على الهواء. بتاحت الهواء بتقول ليش حكت لك على خالتي ومع تحياتي إليك. طيب. تغريد تحياتنا لإليك. واسامة أسمة كمان. ونداء بدي أسلم عليك كمان. وعلى كل القاعدين عم ببعثوا لنا تحياتنا لإلكم. ورمضان كريم عليكم. وشكرا لكل عم بحكي انو الوصفات رائعة. وعم بتغزلوا بوصفاتك شف حميس. شكرا شكرا. لأبعد الحدود. تانكيو. يلا فاصل. ولا قوة إلا بالله على الهواء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وظل أحكي هيك أنا. يعني ما فيه أحلى من هذا الحكي هاي الأيام الفضيلة. احنا فيها الواحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يحكي حسبي الله ونعم الوكيل. هاي رانيا العدوان كمان تحكي معك مفس الشي. هاي دانا ذوقش من وراء الكاميرات بتقول حسبي الله ونعم الوكيل بس بحرش حمين. بدنا نفوتها. بدنا نفوتها هون هيك ونشوفها ونرشعها نطلعها برا. طيب يلا. تعالي دانا ودخلي معنا. طيب بدنا نضيف هلأ. طيب بدنا نضيف هلأ. دانا تعي. دانا. طيب. حطينا البصل والفلفل حلو الملون والبتنجان. نحن هلأ بنحط دبس الرمان. اوكي. تمام. وبعدين بدنا نحط النعنة على المفروم. بدك تقحي روح نسكر. لا 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 ما بدي أقع. انا بضحك على دانا. بس طلعوا برا. باي بس روحي. يا الله منك. ملح. كله منك على فكرة. والله انه انت السبب. انت السبب. طيب يلا. الله يسامحك بس. الله يسامحك بس. زلزاتون. طب شو انت شايفاني حاط عصير بردان هون. انا شايفي عصير بردان عشان دك تعمل الوصفة اللي ورعها. بس يعني انت ليه مستعجل. ما في ولا اشي يعني خليك مثلا تخدي الوصفة تعملي اشي. بدك ااخد الوصفة. اه يا الله. طب انت عم تفرجيك وش عم تعمل. لا خلاص. احطينا كل المكوناتها بعض. نخلط هلأ كل المكونات هيك مع بعض. نسكبهم بالجات ونطلع الوصفة اللي ورعها. اعطونا مقدير. عصير افوكادو برتقال عن لتر عصير برتقال من المراعي. ثلاث معالق مديل السكر من تروبيكانت سلم. خمس حبات افوكادو. يلا تماما بعد ما اخدنا المقادير. احنا عمل هيك هلأ عصير كثير زاكير. نسكب العصير بريد شعبًا تأخذ اللقطة. خمسة سبعة وين. عطيني. بعد ما أخذنا المقادير بدنا هلأ نعمل العصير. هلأ نسكب؟ اخذ العصير من أخرج. نسكب كل شيء. اقفت كل شيء. أطلع النمائل. لا أظنظر في مشفتنا وانتظر يا يمكن ان نسكب لك. ماذا نتأخذ أسماء الرابحيين. دانا نميك بببوطة تقضل. لا لا هذه الأمور عادية يا جماعة خلاص دانا عندي تعرف هذا يا رب الأرض تتشق وتبلاني هيك عم بكون في دانا هيك عندها حاليا معلقتين زت زتون حكتلكم عنهم يا جماعة أوكي دامي هيك خط هدول كمان طيب ماشي خلاص نمسح الجاط وعطيك إياه والرف نسكب 1-3-4-5-6-7-8-9-9-10 طيب بدك تسكب آخر وصفة نعم صحيح بعدين بدك تعمل عصير هيك أحسن صح أنا سألت إمتى نأخذ أسماء الرابحين صح وما أحد رد عليك شخصيتك ضييفة لو شخصيتك قوية كان رد عليك المخرج رد عليك المعد رد عليك أي حدا أي حدا ما شفت قلق منك عن جد مين هذا القاعد بالزاوية؟ سمسم سمسم قاعد بالزاوية سمسم باستنى الرز سماسيمو لا تقلق سماسيمو طيب أوكي هلأ يجيب ججاتنا مع بصلاتنا منزلهم هون طب خلينا أخذ أسماء الرابحين في هذه الأثناء هم معطينك إياهم ومش مخداهم اسكب أنت وأخذ أسماء الرابحين يأ رامي يقي لك يوم يقي لك يوم الكل رح يزعلوا منكم لأنهم عم بستنوا أسماء الرابحين كل اللي عم تابعونا بستنوا يعرفوا مين بدو يربح معنا رامي أنا ما رح نسألك هذا الموقف طب دانا افزعيلي طالما أنت موجودة موقف شجاع دانا اليوم عندها كاستن كان ومش فاضية خلينا نسكب يا رامي بس خلينا نسكب طبعاً دم يروحوا رحلة ع الشام مع بعض تنين أكيد طالما في رحلة ع الشام بطرت الشكلة ما خليت إيش غلط أرتشت الدنيا أصلاً طيب رامي أنا وياك علاقتنا وطيضة ما حدا بيعكر الصفو علاقتنا أبداً مضبوط مضبوط طب بما أنه أنتو خبرة كتير بالشام شو وضع النوادي الرياضية هناك؟ نوادي الرياضية؟ أنا ما مشجع نوادي الرياضية ما بتروح على نادي الرياضي مثلاً جيم؟ هلأ ع الشام دروح على برياضة بالشام جيم آه أنا بالأردن مش لعب أنا عندي صحابة هناك كثير على فكرة وكثير هادور صحابي بيحكوا لي أنه عن جد الجماتي هناك فضيعة غير هيك أنه هم عندهم حصصة هناك كثير بعرف صحاب لأيلي بيطلعوا برؤسة سالسة هناك وفي عندهم حفلات بتجنن صراحة شوفي أنا بالشام عندي طقوس أولي شي أنا بحب حمامات الشام القديمة الله هذا رقم واحد أثنين بحب مطاعم الشام كثير يعني هذا إشي إشي عن جد يعني مش بس أنا على فكرة هذا إشي عائلي أحب كثير مطاعم الشام أحب أكل الشام كثير مش شوي وأقضيها أكل حرفياً فهذه واحدة من الأشياء اللي أنا عن جد نشتعل الشام فيها تمام طيب هلأ بدنا نحط إيش؟ نحط ستيفيا صح بالزبط طبعاً من المنتجات التي نحن نحبها لا تكتر لكي أشرب حسنا حسنا لا تقدر تشربين لا أأخذ معي البيت حسنا 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 ما نحصل ما نحصل نحصل على أصير المراهن أضعها إلى المراهن طيب لماذا؟ دعنا أتحدث عن هذا الشغلة سأتحدث عن ستيفيا لأنه لديهم منتجات منيحة واللي حلو أنه خالي من السعرات الحرارية لأنه خالي من السعرات الحرارية كمان فيها عدة أشكال لهم أنه أنتو بتقدروا تأخذوا مثلا نكهة معينة اللي هي مثلا إذا كان من المانج أو من الستيفيا أو من الدرة وفيه كمان بديل القطر وهذا الأشي اللي أنا عن جد بحبه أوكي وبعدين لأسكر الشاف كنت بهاي الغطاية طيب إطلع بالموسيقى تابعة الصوت من هلأ من هلأ؟ من هلأ؟ لأسكر الغطا بالله مالي أوف 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 أوفًا أقول لك يسلموا هالإدين. تسلموا الأيادي. شكراً شكراً شكراً. ميسون تحكي هابي إيستر. هابي إيستر لإلك يا ميسون. وهيام كمان. تحياتنا لإلك يا هيام. لكل عم بيبعتوا. تحياتنا لإلكم. تفضلي. طيب أنا راح أذكر بشو عملنا اليوم عشان نستغل باقي الحلقة بلا أسماء الرابحين. لا هيك كتير. هيك كتير. صلي ساعة باستنى أسماء الرابحين. طب ماشي. هلأ أنا بس دي أحتي. تذكر بس شو طبقنا اليوم. تذكر بالآخر. لا هلأ هلأ. يا الله. خلص. شايفين شايفين كل اللي عم بتابعونا شايفين مين اللي عم بيأخر إنه نحكي أسماء الرابحين. آه بتوقع بين وبين المتابعين وهذا الشيء ما أريد أن أحكيه. بس يلا عطونا أسماء الرابحين إذا رامي بدي يعطيك أسماء الرابحين. رامي. أنا طالعت لك. أنا طالعة من الستوديو. يلا. أوك. رابحين لتوري لميس لليان رامي سوزان سلمان وشام صالح. مجموعة حيدر مراد ريهام قنديل. أنكل شوكور يبحوا معنا مهدي بطاح يوسف راشد ومحمد اسعيفان. يلا نكس. عدسات بيلا شاهد الخيام أما باقي أسماء القدرة وعننا منتاج لايف ستايل شريف غريزات وعلاء توفيق. مرابحين من ريتشوال سبا سلام نزار هيب عمر وروان حواس. يلا ألف مبروك لكل الربح معانا لليوم وأكيد مثل ما بنقولكم تقدروا دائما تيجي تستلموا جوائزكم من عمان تيفي مبنى العربية بوادي سقرة. مبروك لكم جميعا وشكرا لكم لما تبعتكم أكيد يعني وتستهلوا أكيد هاي الجوائز. طيب بنا نذكركم بوصفاتنا لليوم كانت وصفاتنا وصفات الطفولة زي ما نحكي لكم وصفة الطفولة الرئيسية هو اللبن المعقود اللي بنعمل في الجاج مع الحمص والبصل طبعا الحمص استخدمنا من الكرام اللبن راعي والجاج من الوطنية. عملنا البابا غنوج وصفة مازا هيكة كثير خفيفة لطيفة بتتغمس كثير طيبة بتبس الرمان وزيت الزيتون والبذنجان المشوي مع الفلفل الحلو الملون وكمان النعنع والبصل. عملنا فصولية بالزيت وهذه الوصفة كثير طيبة بتاكل تغميس بهذا هذا الوقت وقت رمضان هاي الأشياء كثير مفضلة بتكون كثير طيبة على صفرتنا وأكيد ما بننسى رز الكرم الحبة متوسفة طبقناها بجانب اللبن المعقود. وعصير الأفوغادو مع البرتقال وصفات لازم نجربوها والأكيد استخدمنا بعصير الأفوغادو مع البرتقال تروبيكانا سلم من تروبيكانا. طبعا واستعملنا كمان عصير البرتقال من المراعي. نعم صحيح. وكمان الشنينة من المراعي. طبعا هاي لازم تكون على صفرة لازم ضروري. طبعا. طبعا خميس اول اش بدأ اقول لك شكرا كثير كثير على هالوصفات الطيبة اليوم. عم جد منظر الطاولة بشحي وبفتح النفس. وعنجد هاي صفرة رمضانية انا هيك بعتبرها. لانه كل الاكلات غنية بالفيتامينات غنية كمان بالبروتين وبتشحي. شكرا. واذا بتطلع على وصفاتنا اليوم ووصفاتنا صحية. فشكرا للك شف خميس. شكرا لكل تابعونا مبروك للرابحين كمان مرة. احنا ما شوفكم مكرا بحلقة جديدة. باي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة